السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوبو شكرا جزيلا لكم على تعليقاتكم الاكتر من النارائعة وشكرا للناس اللي اول مرة يخلوا لي تعليقات وخهما من المتتبعين الاوفياء ديال القناة فاختاروا في هذا الشهر المبارك انهم يبانوا ويخلوا لي تعليقات شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم دائما معنا ومرحبا بالمشتركين الجدد اليوم غادي نشوفو طريقة تحضير دجاج في تنجرة الضغط بدون ما غن ديروا دجاج مضغمر على حقه طريقه غير في تنجرة ديال الضغط يعني ما كيحتش منا واحد المجهود كبير ساهل ضغية ضغية كيوجد فقط الوقت اللي غادي يبقى يطيب فيه والوقت اللي غادي نرقدوه فيه فقط فهد الطريقة ممكن نديروا بها حتى اللحم انا كندير حتى اللحم بحلا كفة تنجرة كيجي بحل مشوي وممكن نديرو حتى الخضر مع دجاج او مع الحم فكيجي بحل طاجين ولكن كيجي ألد لأن ما فيه الشالمة نهائيا فنمشيو على بركة الله نشوفو المقادير والطريقة غادي نحتاجو كيمياء ديال الدجاج على حساب عدد الأفراد ماشي ضروري واحد جيها من الدجاجة بالضبط مهم تقدرو تديرو القيطع اللي كتفضلو انتوما غا نحتاجو كدلك بالنسبة التوابل شوية ديال البزار من كتروش لأن غا نديرو الهريسة شوية ديال خرقون بالديس كينجبير فلفلة حمرة حارة وشوية ديال بسيبيسة وقعقلة مهمة بزافة في تتبيلة ديال الجاج لأنها كتعطيه واحد للدرائع جدا أنا كنديرها حتى فرفيسة كتجي لديدة بزافة غا نحتاجو شوية ديال توم مجفف إلى توفر ما توفرش نكتفي وغير بتوم تري وشوية ديال ملحة فص ديال توم كبير أو جوش تلف سوس إلى مدرتوش توم المجفف مع القادة ديالا متاغد وشوية ديالا سوس صوجة وحتريف ديال الحامد مصير كذلك حسب الدوق إلا بغيتو تديروه هنا أنا درت فص ديال تومة وشوية ديالا سمن سمحوا لي ما ذكرتوش مع المكوينة مع القادة ديالا متاغد والهريسة أنا ما كترتش الهريسة وشوية ديالا سوس صوجة وممكن نديرو حتى القزبرو بعد نصف هاد المرحلة أنا باقي ما زال ما قطعتوش غنديرو من بعد نخلطو هاد توابيل كلها وغدي نبدو ندهنو بها هاد طريفات ديال الدجاج أنا حيتليه الجلده إلا بغيتو تخليوها ممكن تخليوه سوف ندهنوهم مزيان ونخليوهم كل ما بقى وفيها يكون أحسن في الأيام العادية ممكن تخليوه يبات في هاد توابيل ودابة في هاد الشهر الكريم ممكن تديروها صباح مليد دخوله للمطبخ نديروها وتخليوه حتى يقرب الفطور وطيبوه سوف نغطيب فيلم أليمونتار وندخلهم لطلاج من بعد غدي نحتاجو كيمياء ديال البصلة على حسب الرغبة الناس لي كي يبغيوا الدغميرا ممكن يكترو شوية البصلة أنا درت هنا يا جوج حبات صغار أو وحدة كبيرة وغنحتاجو كذلك شوية ديال قصبر ومعد نوس مقطعين فكن قطعوه البصلة شرائح بهاد الشكل يكونوا أرقاق والزيت ما درتوش مع دجاج في الأول باش يبقى يشرب لي اللقامة أو العطرية لأن يلدرنا الزيت ما غي شربهاش لينا مزيان هنا أنا ضفت شوية ديال القصبر ومعد نوس مقطعين غير شوية وغادي نديرو شوية ديال القصبر ومعد نوس كذلك مع البصلة غير القليل سوف نستفوق دجاج ديالنا ثم غنضيف تقريبا تولوت الكاس ديال العنبة ديال الزيت أقل من نص كاس وغنضيف وحدة طريف ديال حامض مصير غير قطعة صغيرة وغادي نسدو التنجرة نخليوها على نار مهيلة بزاف ففي الأول ممكن تخليو النار قريبة شوية المتوسطة حتى كتصفر تنجرة ونقصو النار نخليوها مهيلة كنبقاو نحركو التنجرة كنهزوها ونحركوها ونشوفو واش باقي فيها الماء فكيحتاج تقريبا على حسب ما نقدرش نعطيكم الوقت بالضبط يعني على حسب القوة ديال النار اللي غديرو كل ما كانت النار مهيلة بزاف كل ما غادي ياخد الوقت فممكن ياخد حتى الساعة اللاروب او اكتر شوية او اقل شوية هنا كيما كتشوفو بعدما طب فالكمية ديال ما اللي يطلق هو البصلة يعني وخام درناش لما نهائيا انا قلبتو على الجهة الاخرى ورجعتو فوق النار حتى التحمر واحد شوية كيما كتشوفو هنا رجعتهم كيما كانو وكنخليو الطنجرة محلولة باش ينشف من هاداك اللاسوس الناس اللي تيبغيو اللاسوس فمعندكمش مش مشكيل بها التاريقة فهو كيكون فيه المارق هنا يا انا غا نصفي هاد القطع ديال الدجاج وغنخلي هاد البصلة حتى تتوقف يعني بحل الضغميرات ديال الدجاج محمر غادي نخليوها حتى تنشف مزيان وحنا كنحركو مع علقاء ديال الخشب شفتوها الدغميرات كي كتجي رائع جدا كتولي بحلة معسلة وهي رماشي معسلة كي ما شفتوها غير بالطريقة اللي درنا كتجي زوين بزيف وهنا الكيمياء ديال الزيت اللي غنطيبو بها ما تكونش قليلة بزيف باش نقدرون نوقفو هاد البصلة وتجينا على حقها وطريقها هانتو ما كنخليوها حتى كيت تعزل الزيت على البصلة كتنشف نهائيا من الماء وما كيبقى فيها حتى قطرة ديال الماء سافيو كتولي جهزة اننا نقدموها كنستفو القطع ديال الجج هنا دجج ممكن دخلوه الفران الى بغيت وتحمروه فانا مدخلتوش ممكن دهنوه بشوية ديال السمن او الزبدة مع الهريسة سافيو كنوضوه فسحن التقديم هاد الضغميرة جنديرها من جنيب سهل ماهلو كيجي كيما كتشوفو مضغمر والديد وبالنسبة الناس لي ما عندهم شلصو الصوجة ولا متاغد فممكن استغناء عليها المهم هي بسي بيسا وقعقلة وسكينجبير وبطبيعة الحال باقي التوابل ولكن اهم عطرية هي بسي بيسا وقعقلة فكتلددلينا بزاف الدجاج هنا انا نظفت الجناب ديال الطبق وزينت بقزبر مع دنوس مقطعين وطريف ديال الحامض مصير وكنقدموه بصحة وراحة هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم وبنسبة الناس ليتي يقولوا لي كين غياب را ما كينش غياب نهائيا غير ما كيوصلوكمش الاشعارات فحاولو تلغيو تفعيل الجرس وعودو فعلوه مرة اخرى وبإذن الله يتحل المشكل حاجة واحدة اخرى ما قلتهاش لكم بالنسبة الناس لي ما كيبغيوش توابل فممكن طيبوها الدجاج بالاعشاب المناسيمة يعني الزعتار زعيترا ورقة سيدنا موسى وازير توابل الاربعة وشوية ديال الملحة والبزار وبطبيعة الحال تومة واحتب هالطريقة غايجين من اروع ما يكون شكرا لكم على حسن المتابعة هذا هو الشكل النهائي وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله